صباح الخير كيف تكون شو الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير فوائد الفراولة للجسم تابعوا آخر الفيديو لتشوفوا التناقض بين زمر الدم رجاعا تابعوا آخر الفيديو لتشوفوا المفاجأة المذهشة كيف زمر الدم تقلب الموضوع كثير فوائد الفراولة للجسم إلى فوائد كثيرة محتواها من العناصر الغذائية فهي مصدر غني بمضادات الأكسدة والمركبات النباتية المفيدة هي مصدر غني بمضادات الأكسدة مثل الأنتوسيانين المسؤولة عن أطاء الفراولة لون الأحمر اللامع تؤدي مضادات الأكسدة دورا مهما في الحفاظ على صحة الإنسان فهي تحمي الجسم من الجذور الحرة الضارة التي يبتجها الجسم كناتج ثانوي لعملية الاستقلاب تحت ظروف يرتفع فيها مستوى الإجهاد ويمكن أن يسبب ارتفاع نسبة هذه الجذور ما يسمى بالإجهاد التأكسدي الذي يعد سببا العديد من المشاكل والإصابات الكيموية الحيوية والفيزيولوجية بالجسم والتي عادة ما تؤدي إلى حدوث خلل في عمليات الاستقلاب مما قد يؤدي إلى موت الخلايا ومن أجل الحد من خطر العديد من الأمراض مثل أمراض القلب، مرض السرطان، حالات الوفاة بسببه فإنه يجب الاكثار من تناول الخضروات والفواكه من مما فيها الفراولة أو الفريز بالإضافة إلى أنها تعد غنية بالعديد من المركبات النباتية الصحية مثل البراروغنيدين والإيلاجيك وبروسيانيدين هي مصدر غني بالألياف يساعد تناول الألياف على إضاء وظائف الجهاز الهضمي بشكل أفضل وبخاصة مع استهلاك كمية كبيرة من السواء المفيدة لسهولة حركتها وسرعتها خلالها بالإضافة إلى أن الطباع النظام الغذائي المرتفع بالألياف قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري وينصح بتناول 21 إلى 25 جرام من الألياف يوميا للنساء وعلى 30 إلى 38 جرام يوميا للرجال من الجدير بالذكر أن تناول أطعم الغنية بالماء والألياف كالفراولة والعنب البطيخ الشمام يمكن أن يساعد لترطيب الجسم ومحافظة على حركة الأمعاء المنتظمة كما تعد الألياف ضرورية لتقليل خطر الإصابة بالإمساك وزياد حجم البراس إذن هي مصدر غني بالألياف، مصدر غني مضادات الأكزدة، مصدر غني بفيتامين سي كثير من نركز الآن ضمن زمن كورونا على الفيتامين سي أحد الفيتامينات الدوابة في الماء وهو مضادات الأكزدة الضرورية لصحة الجلد وجهاز المناعة مهم للنمو ترميم الأنسج التالي في مختلف أنحاء الجسم كما يدخل في تركيب البروتينات المهمة في تكوين الجلد الأربطاء الأوتار الأوعية الدموية بالإضافة إلى الحفاظ على الغداريف وترميمها وتكوين العظام والأسنان ويساعد على امتصاص الحديد الذي نحكي نحن على الكولاجين كمان هو مصدر غني بالمعادن تحتوي الفراول على عدة معادن مثل المنغنيز الذي يعد من المعادن الشحيحة المهمة وهو متوفر بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة بالإضافة إلى توفره على شكل مكملات غذائية كما يعد عاملا مرافقا لبعض الأنزيمات الأنزيمات التي تشارك في استقلاب الأحماض الأمينية الكوليسترول، الجلوكوز، الكاربوهايدرس، إزالة الجزول الحرة، تكوين العظام الإضافة إلى التكاثر والاستجابة المناعية البوتاسيوم، أحد العناصر المهمة التي يحتاجها جميع أنسجة الجسم يعد من الإلكترولايات الكهاريل لأنه يحمل شحن كهربائي صغير تساهم في العديد من وظائف الخلايا والعصاب ويكمن دور البوتاسيوم الرئيسي في الجسم في أنه يحافظ على المستويات الطبيعية للسوائل داخل الخلايا والمستوى ضغط الدم كما يساهم في انقبار العضلات الفولات وهو أحد حمد الفوليك وهو أحد الفايتامينز الفايتامينز بي البواء الزوابة في الماء والموجودة بشكل طبيعي في بعض الأطعمة أو تلك المدعمة به بالإضافة إلى توفره على شكل مكملات غذائية ويعد الفولات مهما لتكوين خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين وتنقله إلى مختلف أنحاء الجسم كما يساعد لتطور الجهاز العصبي لدى الجنين وعلى نمو الخلايا بالإضافة إلى تكوين الحمراء الحمد النووي الصبغي دي انا ولدى توصى النساء الحوامل بتناول أطعم الغنية بهذا الفايتامين الحمد الفوليك بالنسبة لفوائد الفراولة حسب درجة الفعالية لا توجد أدلة كافية على فعاليتها يقال إلها دور في تخفيف انتهاب المفاصل فقط يقلل تناول أغضية الغنية بالألياف وبخاصة الفراولة من مؤشر البروتين متفاعل سي راكتيب بروتين في الدم الذي يمثل نسبة وجود الالتهابات في الجسم نظرا إلى محتواها من الألياف ويمكن تناولها الطازجة أو مجمدة نحن نتحدث عن موجود ماء عصير الفراولة المساهمة في إنقاص الوزن تعد غنية بالعناصر الغذائية إلا أنها قليلة السعرات الحرارية بالإضافة إلى أنها غنية بالألياف نرى كمية الألياف الموجودة هنا هي كمية الألياف مقابل العصير الموجود هل ترون اللون الأحمر من تحت طبعا اللون كثير حلو هي كمية الألياف الموجودة فيها فهي غنية بالألياف تقلل لذلك من نسبة الكوليسترول ضغط الدم تقلل من الالتهابات تالي ممكن أن يفيد الأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن كما أن الفراولة تساعد على الشعور بالامتلاء إذ وجدت دراسة أولية نشارت في مجلة أبيتايت عام 2015 أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة خلفية في مقتار 65 سعر حرارية من الفراولة يستهلكون الطعام بنسبة أقل من الوجبة التي تليها مما قد يقلل من السعرات الحرارية المتناولة المتناولة يخفض على الوزن ولكن لم يؤثر ذلك في الشهية تقليل من احتباس السوائل حيث تعد من الأطعم الطبيعية المدرة للبول والتي يساهم تناولها في تقليل هذا الاحتباس كما أن تناول بعض الخضروات والفواكل الغنية بالماء مثل الشمام البطيخ الخاص الملفوف كرافس الهيليون السبانخ إلى جانب الفريز يساعد على الحفاظ على الجسم رضباً وبالتالي عدم الشعور بالانتفاخ قلل من الإسهال فقد لوحظة بحسب دراسة أجريات على الفقران أن استهلاك الفراولة المقدار ثلاثة أربعة كوب في اليوم يثبت الإسهال المصحوب بالدم لدى الجرزان المصابة بداء الأمعاء الالتهابي تقليل الخطر الإصابة بالنقرس تعد بعض الأطعم كالفراولة وأنواع أخرى من الخضار والفواكه مثل البرتقال الآن ناس البرتقال أنا بحكي عنه أنه لا لا ما تستخدمه هلأ شوفوا رح تندهشوا قداش رح نحكي طبعا هذا الفيديو معروض على القناة الثانية لما تنتقلوا للقناة الأولى رح تندهشوا بالموضوع أنا ناس الفلفل الحلوم من الأطعم الغنية بفايتامين سي الذي قد يقلل مستوى حمض اليوريك أسد في الدم مما قد يحسن من حالة المرض النقرس إلا أن الأدلة المتضاربة حول علاقة فيتامين سي بتقليل خطر الإصابة بهذا المرض النقرس كاول تخفيف من فرض التعرق الليلي ناتشويتس أوضحت دراسة رصدي قائمة على الملاحظات نشرت في المجرل الأمريكي للتغذية العلاجية عام 2013 أجريت على النساء في مرحلة انقطاع الطمس أن اتباعهن لحمية البحر الأبيض المتوسط والسهلاكة للفواكهن مثل الفراولة الأناناس الشمام قلل من خطر الإصابة بأعراض انقطاع الطمس مثل فرض التعرق الليلي الهبات الساخنة الهبات الساخنة يمكن أن يقلل متوتر العصاب نيرفستنشن تعزيز عملية الاستقلاف في الجسم خفض درجة الحرارة هناك دراسات علمية أشارت إلى دراسة أولية أشارت ونشرت في مجلة آرشيفس أوف إنترنال ميتسنا عام 2011 إلى أنزياد السهلاكة البوتاسيوم يومية ارتبطة بتقليل معدل وفيات بسبب الداء القلبي الإخفاري أو ما يعرف بنقص التروية القلبي إسكيميك هارت ديزيز وتعد الفراولة الفريز مصدراً غنياً بالبوتاسيوم والألياف وبالتالي فأن لها دوراً في تعزيز صحة القلب كما أنها تقلل خطر الإصابي بأمراض القلب نظراً إلى محتواها من المركبات النباتية المفيدة التي تعارب متعدد الفينولات بوليفينول بالإضافة إلى أن الفراولة تحتوي على إحدى مجموعة الفلافونيدات والمسمى بالكيرسيتين الذي يعد مضاداً طبيعياً للإتهاب وقد يقلل خطر الإصابة بتصلب الشرايين دراسة أولية نشرت في مجلة التغذية العلاجية عام 2007 استهلاك الأغذية الغنية بفلافونيدات والأنسوسيانيدين مرتبط بتقليل معدل الإصابي بأمراض القلب أشارة حليل شمولي نشرة في المجلل الطبية البروتانية عام 2016 إلى أن دور بعض أنواع مضادات الأكساد الموجودة في الفراولة مثل الكيرسيتين والأنسوسيانين وغيرها في تقليل خطر الإصابي بالسكتة الدماغية بدرجة متوسطة جدير بالذكر أن هذه الدراسة لا زالت غير مؤكدة وذلك لأنها أجريت حول تأثير فلافونيدات بشكل عام وليس عن تأثير الفراولة بشكل خاص أظهرت دراسة في جامعة أوهايو نشرت في مجلة cancer prevention research عام 2011 أن استهلاك مايو قارب 60 جرام من الفراولة المجمدة المجففة في مدة ستة أشهر يصبت عمل البروتين المسؤول عن تكاثر الخلايا السرطانية كما أنه قد يقلل نمو خلال التنسج في المري ولكن هناك حاجة لإجراء المزيد من الدراسات حول تأثير مسحوق الفراولة المجمدة والمجفف في تقليل خطر الإصابي بسرطان المري تعد الفراولة المجففة والمجمدة مركزة أكثر بعشر مرات بين الفراولة الطازجة ولكن يمكن استفادة منها عند تناول أن تناولها طازجة أيضاً بشكل يومي من الجدير بالذكر أن العامل الذي قد يقلل خطر الإصابي بالسرطان والموجود في الفراولة لا يزال غير معروف هلأ هون المتل لما نحكي عن الكركم تناول الكركم تناول الكركمين الكركمين هو مركز كثير وبدأ تناول كثير كميات كبيرة كبيرة هذه صعبة أحياناً تناولها من الكركم لتحصل على فائدة الكركمين أشارت دراسي في جامعة لوزان يونيبيرسيتي عام 2016 إلى أن زيادة استهلاك البوتاسيوم من مصادر الطبيعي أو عبر استهلاك مكملات الغذائية المصنعة مرتبط بتقليل ضغط الدم الانقباضي وضغط الدم الانبساطي بشكل ملحوظ لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم من جهة أخرى فأن زيادة استهلاكه قد تساهم في تأخير تدهور وظائف الكلا لدى المصابين بأمراض الكلا المزمنة في مرحلة الأولى لكن هذه الزيادة قد تكون خطاء خطيرة لدى المصابين بأمراض الكلا المزمنة وخاصة ممن هون مصابون بمرض السكري من الجديد بالذكر أن الخفاض البوتاسيوم في الدم يعد عامل الخطر الإصابي بمرض اتفاع ضغط الدم تماما كتأثير فضل السهلة كالسوديوم يعني عندما يرتفع السوديوم من خفض البوتاسيوم أكيد سيرتفع الضغط نحن لاحظة هلأ كنا بالقناة الأولى على دقيقة تقريبا 12 تقلوا للقناة سوري أنا بالقناة الثانية تقلوا للقناة الأولى على دقيقة 12 ستشوفوا أنه قديش ينذكر عن فوائد الفراولة لاحظة هلأ أنا ما شفت مثل الخوخ الأراصية يعني ما شفت مثل الخوخ الفراولة غير ضارة بالنسبة لزمرة الدم وغير ضارة بالنسبة لزملة الدم A غير ضارة بالنسبة لزملة الدم B وغير ضارة بالنسبة لزملة الدم AB ما يعني؟ يعني لما يكون عندك مرض أنت ما بيصير كتير كتير من الفراولة أي شيء منقول عنه ضار فهو مفيد إذا بالمجمل فقطه هي أقل من لما نقول هو مفيد جدا نستخدمه في حالة علاج بعض الأمراض مثلا فنستخدم ونركز على المفيد جدا ونبتعد عن الضار أما غير ضار هون هو حد وسط فهو بالنسبة لفراولة وعصير الفراولة هو غير مفيد بالنسبة لزملة الدم يعني غير مفيد جدا ولكن غير ضار هو حد وسط إما بين المفيد جدا والضار بالنسبة لزملة الدم A بالنسبة لزملة الدم B بالنسبة لزملة الدم O بالنسبة لزملة الدم OB هات كان الفيديو نعجبكم الفيديو عملوا لايك شير سبسكرايب فعلوا زر الجرس كان معكم دكتور باسم باي باي